هو الفيلم كله بيقول انه مراجعة الافكار دي حاجة كويسة جدا طول الوقت انك ما تعنيتش في الغلط بس لو معاك حق اعنيت في الحق لو هتخسر اللي وراك اللي قدامك لو هتعنيت في الحق وانا بشوف ان عبدالقادر الجن قريب مني في الحتة دي انا من الشخصيات العنيدة جدا بس اتمنى ان اكون عنيت في الحق لان انا لو في حاجة مش هعملها والله لو ايه مش هغير كلامي ابدا مهما حصل الكلمة اللي بقولها انا واثق فيها فما بغيرهش قبل مهما حصل فهو من هنا بيجي تشابه بيني وبان عبدالقادر الجن انما هي الشخصية مشروحة مخرج كبير زي مران حامد الحقيقة كان محدد اللي جام بتاع الشخصية في انفعلتها وان هي تروح لحد فين سواء فوق او تحت فكنت في ايد امينة الحقيقة